إمتى تكتب كتاب تجسد الكلمة ويمكن زي ما كلنا عارفين الجزء الأول اللي هو ضد الوسانين وده الجزء التاني بالنسبة للمؤلف اللي هو ألفه كله فإمتى تكتب؟ بعض الدارسين بيقولوا هو شماس والبعض بيقولوا هو بطرق وناس تانية تقول قبل أريوس وناس تانية بعد بدعة أريوس فخلينا نعرف بالزبط الوقت هو طبعا زي ما حضرتك بتقولي أن محدش عارف يحدد بالزبط تاريخ كتابته لكن واضح أنه كتب مبكرا بدري زي ما أنت بتقولي برضو مش عارفين إذا كان ساعتها كان لسه شماس ولا بقى بطرق لكن حتة قبل أريوس أريوس من أيام بطرس خاتم الشهداء فهو كان موجود قد يكون التأثير الأريوسي ما كانش منتشر قوي لغاية عندي مجمع نقية بقى لما بدأت الأمور تبقى فيها خطورة على التعليم المسيح في العالم عشان كان عقد المجمع لكن كان أريوس موجود فالقديس أسانسيوس كتب الكتابين دول أساسا مش برضو عشان الأريوسية قوي لكن علشان الوسانيين وغير المؤمنين يثبت لهم أن المسيح اللي عاش على الأرض هو هذا الإله الحقيقي اللي خلق الكون واللي جيه عشان يصلح الخليقة بتاعته التي أفسدتها الخطيئة بغاية إبليس طيب تجسد الكلمة زي ما قولت هو الجزء الثاني الجزء الأول اللي هو ضد الوسانيين خلينا نستحضر نبذة عن كتاب ضد الوسانيين قبل البداية عن الكلام عبادة الأوساني اللي هو ابتدى بيها قديس أسانسيوس الرسول الإصحاح أو الفصل الأول من كتاب هو طبعا الجزء الأولاني بتاع ضد الوسانيين بيكلم فيه قديس أسانسيوس عن عبادة الأوسان أن هي خرافة وأن هي نوع من الانحراف عن الحقيقة الإلهية لأن العقل بنفسه يعني واحد مش مسيحي فمش يقوم بكتاب مقدس فلازم أكلمه بالعقل والمنطق فيقول له بالعقل كده أن إزاي يكون الخالق الكون ده حجر أو بقرة أو الشمس الشمس دي طب مين عملها فهو كان بيكلم عن الخرافات الوثنية وإزاي أن هي باطلة وما لهاش أساس راسخ والإجابات اللي قالها القديس أسانسيوس في كتاب ضد الوسانيين ممكن كمان تستخدم للردود على الأفكار الإلحادية الإلحادية حتى الإلحاد اللي هو عدم موجود الله لأن طبعا هو حتى في الفصل الأولاني من تجسد الكلمة ذكر بعض نظريات الفلسفة عن الخلق فهو كان راضد عليها اللي هي مزاية لغاية هذا بتتقال ونقدر ناخد ردودها من القديس أسانسيوس موسيقى